اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة على سير أعمال الزراعة في مزرعة القمح بمنطقة مليحة وتابع سمو فور وصوله أعمال الزراعة وري محاور القمح باستخدام أحدث وأفضل المعدات المتقدمة التي تعمل وفق التقنيات الحديثة الموفرة للمياه والتي تساعد أيضا في مراقبة الأداء ومتابعة احتياج التربة والنبات وتحقيق التوازن بينهما واستخدام المجسات الأرضية ومحطة أرصاد جوية تساعد في قياس الرطوبة وذلك للحصول على أفضل المحاصيل من القمح واطلع سمو على المراحل الجديدة التي تمت إضافتها لإكمال مراحل المزرعة كافة من خلال دمج المرحلتين الثانية والثالثة والتي تمت خلالها إضافة 25 محورا ليصبح مجموع المحاور في المزرعة 37 محورا زراعيا على مساحة تصل إلى 1900 هكتار كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على بعض أصناف القمح المزرعة مستمعا إلى شرح حول مراحل نموها ونتائج التجارب والدراسات التي تجرى عليها للاستفادة في تطوير العمل الزراعي وضمان الانتاج الصحي والسليم الغني بالقيمة الغذائية كما تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة سير العمل في المشروع الاستراتيجي إنشاء خزان مياه المدينة في المنطقة الوسطى بمنطقة مليحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر